عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتاهدة على ميليشيا حزب الله اللبناني تستهدف كل من يمول الحزب أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صوت لصالحه مجلس الشيوخ في الثاني عشر من الشهر الحالي وسبقه تصويت مجلس النواب من ناحيته أعلن للبيت الأبيض أن القانون الجديد يرمي إلى فرض المزيد من العزلة الدولية على حزب الله لافتا إلى أن العقوبات الجديدة ستكون موجهة ضد الأشخاص الأجانبي والشركات والحكومات التي تقدم دعما له وتعتبر العقوبات الجديدة نسخة معززة من عقوبات أمريكية مفروضة على حزب الله اللبناني لكنها أكثر شدة وتهدف إلى الحد من قدرات الحزب على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له فضلا عن الضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان القانون بدأ بنسخته القديمة عام 2014 ويعرفه في الولايات المتحدة باسم HEFBA الأمريكي ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية ويقول المشرعون الأمريكيون إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال والأهم من ذلك نشر الإرهاب ويحمل موعد الخامس من تشرين الثاني المقبل دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأمريكية وبضربة واحدة من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة